في صباح يوم السادس عشر من يوليو عام الف وتسعمائة وتسعة وستين الساعة التاسعة واثنتين وثلاثين دقيقة صباحاً انطلقت الرحلة التاريخية أبولو أحد عشر من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا هذه الرحلة كانت بداية الفصل الأهم في تاريخ الفضاء حيث كان الهدف منها هو إرسال أول إنسان إلى سطح القمر كان على متن الصاروخ الذي كان من نوع ساتورن خمسة طاقم مكون من ثلاثة رواد فضاء قبل أن تبدأ الرحلة كانت التحضيرات قد استمرت لأكثر من ثماني سنوات شملت تصميم الصاروخ الضخم وتطوير تكنولوجياً جديدة تماماً فقد كانت هذه المهمة عبارة عن اختبار كبير لجميع الأنظمة الفضائية الأمريكية كانت الفكرة بسيطة لكن التنفيذ كان معقداً للغاية بعد إطلاق الصاروخ كان على الطاقم القيام بالعديد من المهام الحيوية في مدار الأرض قبل أن يتجه نحو القمر عندما بدأ العد التنازلي كان الجميع في مركز كينيدي يتنفسون بقلق كل شيء كان يعتمد على هذه اللحظة الحاسمة في القاعدة العسكرية كانت الأنظار مشدودة إلى شاشات العرض بينما كان طاقم المركبة الفضائية يقوم بتوجيه الأجهزة مع دقات العد التنازلي وصلنا إلى اللحظة التي كانت تأملها البشرية جمعاء انطلاق أبولو 11 في اللحظات الأولى بعد الإقلاع شعر الطاقم بقوة الدفع الهائلة لصاروخ ساتورن 5 حيث كان يولد أكثر من 7 ملايين ونصف مليون حصان كان هذا الصاروخ هو أكبر صاروخ صمم حتى ذلك الوقت ويبلغ طوله 111 متراً وفي دقات معدودة بدأت المركبة ترتفع بسرعة فوق الأرض وتوجه الطاقم نحو الفضاء الخارجي في هذه اللحظات كان الطاقم كله في حالة من الترقب الشديد فقد كانوا على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلم البشرية في الوصول إلى القمر خلال أولى ساعة الرحلة كانت وحدة القيادة كولومبيا تحت إشراف مايكل كولينز بينما كان نيل أرمسترونغ وباز ألدرين في المركبة القمرية إيجل في انتظار انطلاقهم إلى القمر كان مايكل كولينز يدير جميع العمليات في المدار حول الأرض كان طاقم أبولو 11 على اتصال مستمر بمركز التحكم في هيوستن حيث كان كل شيء يخضع لرقابة شديدة كانت هذه اللحظات مليئة بالتوتر حيث كانت كل ثانية تعتبر مهمة في تحديد نجاح الرحلة وأثناء تحليق المركبة في مدار الأرض بدأ الطاقم في إجراء فحوصات للأنظمة المختلفة في المركبة بما في ذلك أجهزة الاتصالات نظام الملاحة والمعدات العلمية التي كان سيتم استخدامها لاحقا كانت هناك مراقبة دقيقة لجميع البيانات التي تم جمعها لضمان أن كل شيء يسير وفقا للخطط المحددة كلما تقدموا في الفضاء كانت المسافة التي تفصلهم عن الهدف تتزايد ولكنهم ظلوا متأكدين من أنهم يسيرون في الطريق الصحيح هذه الرحلة كانت تتطلب تنسيقا دقيقا بين الطاقم ومركز التحكم في هيوستن في تلك اللحظات قال آرماسترونغ في اتصال مع مركز التحكم كل شيء يسير بشكل جيد ونحن في طريقنا إلى القمر كانت هذه الكلمات تعبر عن الهدوء والثقة التي شعر بها الطاقم ولكنهم كانوا يعلمون أن التحدي الأكبر ما زال أمامهم انتظر العالم كله هذه اللحظة ملايين من البشر كانوا يراقبونها عبر شاشات التلفزيون كلهم يترقبون كل لحظة من الرحلة كان هذا إنجازا ليس فقط للولايات المتحدة بل للبشرية جمعاء وكانت الرحلة أبولو أحد عشر تمثل رمزا للسلام والتقدم العلمي حيث كان الجميع يثقون في أن هذا الحدث سيغير مجرأ التاريخ في التاسع عشر من يوليو عام 1969 وبعد مرور حوالي 76 ساعة على انطلاق المهمة دخلت أبولو أحد عشر مدار القمر كانت هذه لحظة حاسمة في الرحلة حيث أصبح الطاقم أخيرا قريبا من تحقيق الحلم الذي راود البشرية لعدة عقود كان كل شيء يسير وفقا للخطة ولكن لم يكن هناك مجال للخطأ فحتى أصغر خلل قد يؤدي إلى كارثة بدأ مايكل كولينز الذي بقي في وحدة القيادة كولومبيا في مراقبة أنظمة المركبة وضمان أن كل شيء جاهز لاستقبال زميليه عند عودتهما من سطح القمر في الوقت نفسه بدأ نيل آرمسترونغ وباز ألدرين في تجهيز المركبة القمرية إيكل استعدادا للانفصال عن وحدة القيادة والهبوط على سطح القمر كانت لحظات مليئة بالتوتر فهذه المناورة لم يتم اختبارها في بيئة حقيقية من قبل وكان أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى فشل المهمة بعد إجراء الفحوصات النهائية انفصلت إيكل عن كولومبيا وبدأت في الهبوط التدريجي نحو سطح القمر خلال هذه العملية واجه الطاقم مشكلة غير متوقعة حيث بدأ نظام الكمبيوتر الموجود في المركبة القمرية في إطلاق إنذارات متكررة لم يكن من الواضح في البداية سبب هذه الإنذارات وكان مركز التحكم في هيوستن يراقب الوضع بقلق بعد تحليل سريع اكتشف المهندسون أن الكمبيوتر كان يعاني من حمل زائد في البيانات لكنه لا يزال قادرا على إكمال المهمة في هذه اللحظة قال مهندس التحكم ستيف بايلز الجملة التي دخلت التاريخ استمروا في الهبوط كانت المركبة إيغل تنخفض بسرعة ولكن أرمسترونغ لاحظ أن الموقع الذي كانوا متجهين إليه لم يكن آمنا للهبوط كانت المنطقة مليئة بالصخور الكبيرة التي قد تتسبب في انقلاب المركبة أو تحطمها باستخدام مهاراته كطيار اختباري تولى أرمسترونغ القيادة اليدوية للمركبة وبدأ في البحث عن موقع أكثر أمانا للهبوط كان الوقود المتبقي في إيغل يكفي لبضع ثوان فقط وكان الطاقم في سباق مع الزمن في هذه اللحظة توقف الجميع في مركز التحكم في هيوستن عن التنفس تقريبا يراقبون بشغف تطورات الوضع وأخيرا بعد جهد كبير نجح أرمسترونغ في العثور على موقع مناسب وهبطت المركبة القمرية بسلام على سطح القمر في تمام الساعة الثامنة وسبع عشرة دقيقة بتوقيت جرينيتش يوم العشرين من يوليو عام 1969 بهذه الكلمات أعلن نيل أرمسترونغ عن النجاح التاريخي ساد صمت في مركز التحكم للحظات قبل أن ينفجر الجميع في فرحة عارمة كان هذا إنجازا لم يسبق له مثيل فقد أصبح البشر أخيرا على سطح القمر في هذه اللحظة كان الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يتابع الحدث مباشرة من البيت الأبيض وأجرى اتصالا بالطاقم قائلا هذا أعظم يوم في تاريخ البشرية ونحن فخورون بكم جميعا بفضلكم أصبح القمر الآن جزءا من عالم الإنسان لكن المهمة لم تنتهي بعد كانت هناك خطوة أخرى مهمة بانتظار نيل أرمسترونغ أن يصبح أول إنسان يخطو على سطح القمر بعد الهبوط الناجح لم يكن هناك وقت للراحة كان على الطاقم الاستعداد للنزول إلى سطح القمر وهي اللحظة التي انتظرها العالم كله داخل المركبة كان أرمسترونغ وألدرين يتحققان من أن جميع الأنظمة تعمل بشكل جيد وأن بدلاتهما الفضائية مضغوطة بشكل صحيح قبل فتح باب المركبة استغرق التحضير عدة ساعات وخلال هذا الوقت كان مركز التحكم في هيوستن يراقب عن كثب كل خطوة أخيرا في الساعة الثانية وتسع وثلاثين دقيقة يوم الحادي والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة وتسعة وستين فتح أرمسترونغ المركبة القمرية وبدأ ببطء في النزول عبر السلم المعدني الصغير كان العالم كله يترقب هذه اللحظة عبر شاشات التلفاز والراديو أكثر من ستمائة مليون شخص شاهدوا البث المباشر مما جعله أكبر حدث تلفزيوني في التاريخ حتى ذلك الوقت عندما وصل أرمسترونغ إلى آخر درجة من السلم وضع قدمه بحذر على سطح القمر ثم نطق بكلماته الخالدة بهذه الكلمات دخل نيل أرمسترونغ التاريخ كأول إنسان تطأ قدمه سطح القمر كان المشهد خياليا سماء سوداء حالكة سطح رمادي مغطى بالغبار الناعم والصمت المطلق الذي لا يشبه أي شيء على الأرض بعد دقائق قليلة نزل باز ألدرين من المركبة وانضم إلى أرمسترونغ على سطح القمر نظر حوله وقال منظر رائع بدأ الاثنان في التحرك بحذر حيث كانت الجاذبية على القمر تعادل سدس الجاذبية الأرضية فقط مما جعل المشي يبدو وكأنه قفزات خفيفة أجر الرواد بعض التجارب البسيطة لاختبار كيفية الحركة ثم بدأوا في تنفيذ المهام العلمية المقررة لهم الأنشطة العلمية وجمع العينات أحد الأهداف الأساسية للمهمة كان جمع عينات من تربة القمر وصخوره لدراستها على الأرض استخدم الرواد مجارف ومعدات خاصة لجمع حوالي 21 كيلوغراماً ونصف من الصخور القمرية ووضعوها في حويات محكمة الإغلاق لضمان عدم تلوثها أثناء العودة كما قاموا بنصب أجهزة علمية منها مقياس الزلازل القمري لقياس أي نشاط زلزالي على القمر وعواكس ليزرية استخدمت لاحقاً لقياس المسافة بين الأرض والقمر بدقة متناهية غرس العلم الأمريكي والتواصل مع الأرض واحدة من اللحظات الرمزية للمهمة كانت عندما غرس أرمسترونغ وألدرين العلم الأمريكي على سطح القمر كان هذا رمزاً للفخر الوطني لكنه لم يكن إعلاناً للسيطرة حيث أوضحت الولايات المتحدة أن القمر ملك للبشرية جمعاء بعد ذلك أجرى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون مكالمة تاريخية مع رواد الفضاء قال فيها من غرفة العمليات في البيت الأبيض أتحدث إليكم مباشرة من الأرض لم يكن أي إنسان أكثر وحدة منكم الآن ولكنكم لستم وحدكم بل يتابعكم العالم بأسره بفخر وسعادة الاستعداد للعودة إلى المركبة بعد حوالي ساعتين ونصف من استكشاف سطح القمر حان الوقت للعودة إلى المركبة إيجل قبل الصعود التقط الرواد آخر نظرة على المنظر المذهل ثم تسلقوا السلم وعادوا إلى داخل المركبة وأغلقوا الفتحة خلفهم كان عليهم الآن الاستعداد للمرحلة التالية العودة إلى مدار القمر للالتحام بوحدة القيادة كولومبيا حيث كان مايكل كولينز ينتظرهم بعد انتهاء المهمة على سطح القمر كان أمام أرمسترونج وألدرين تحدي جديد العودة إلى مدار القمر والالتحام بوحدة القيادة كولومبيا حيث كان مايكل كولينز ينتظرهم كانت هذه واحدة من أخطر مراحل المهمة حيث لم يكن هناك مجال لأي خطأ إذا فشلت محركات المركبة القمرية في الإقلاع فسيبقى أرمسترونغ والدرين عالقين على القمر إلى الأبد الإقلاع من سطح القمر في الحادي والعشرين من يوليو عام 1969 بعد إحدى وعشرين ساعة على سطح القمر قام الرائدان بتشغيل محركات المرحلة الصاعدة من المركبة القمرية إيغل كان كل شيء محسوبا بدقة لأن أي خطأ في المناورة قد يجعلهم يخرجون عن المسار الصحيح أو يفقدون فرصة الالتحام عند تشغيل المحركات انفصلت المرحلة السفلية من إيغل وبقيت على سطح القمر بينما ارتفعت المرحلة العلوية حاملة أرمسترونغ وألدرين باتجاه المدار القمري بسرعة بلغت حوالي ستة آلاف كيلومتر في الساعة كانت لحظات توتر ولكن بعد دقائق قليلة أكد مركز التحكم في هيوستن أن المركبة تسير وفق المسار المخطط له الالتحام بوحدة القيادة بعد حوالي ثلاث ساعات من الإقلاع اقتربت إيغل من وحدة القيادة كولومبيا حيث كان مايكل كولينز يراقب العملية بتركيز شديد بعد مناورة دقيقة نجح الالتحام وعاد أرمسترونغ وألدرين إلى وحدة القيادة كان كولينز سعيدا برؤية زميليه سالمين وقال لاحقا كنت الوحيد في الوجود الذي لم يطأ القمر لكنني لم أشعر أبدا بالوحدة بعد تأمين المركبة القمارية تم التخلص من إيغل التي تركت تدور حول القمر حتى تحطمت لاحقا على سطحه الآن بدأ الطاقم استعداداته للعودة إلى الأرض الرحلة إلى الأرض في الثاني والعشرين من يوليو أطلقت كولومبيا محركاتها لتبدأ رحلة العودة إلى الأرض خلال هذه المرحلة كان الطاقم مشغولا بتوثيق البيانات والتقاط الصور والاستعداد للهبوط كان عليهم التأكد من أن كل شيء جاهز لدخول الغلاف الجوي بأمان خلال الطريق أجرى الطاقم تجارب علمية أخرى والتقط صورا للأرض والقمر من الفضاء كانت الأرض تظهر كنقطة زرقاء صغيرة وسط الظلام الدامس وهو مشهد وصفه كولينز بأنه أجمل شيء يمكن للعين أن تراه الهبوط في المحيط الهادئ في الرابع والعشرين من يوليو عام 1969 دخلت كولومبيا الغلاف الجوية بسرعة أربعين ألف كيلومتر في الساعة مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الدرع الحراري إلى أكثر من ألفين وسبعمائة درجة مئوية خلال هذه المرحلة فقد الاتصال مع المركبة لمدة أربع دقائق بسبب انقطاع الإرسال الراديوي وهو أمر كان متوقعا بعد دقائق من الاحتراق الناري فتحت المظلات الضخمة وأبطأت سرعة المركبة حتى هبطت بهدوء في المحيط الهادئ على بعد حوالي ألف واربعمائة كيلومتر جنوب غرب هاواي كانت سفينة البحرية الأمريكية يو اس اس هورنت بانتظارهم حيث تم إرسال مروحيات لاستعادتهم ارتدى الطاقم بدلات عزل خاصة لضمان عدم نقل أي ميكروبات قمرية محتملة ثم نقلوا إلى حجر صحي لمدة واحد وعشرين يوما الاستقبال والاحتفال العالمي بعد انتهاء الحجر الصحي خرج الطاقم ليجد العالم كله يحتفل بإنجازهم أقيمت لهم احتفالات ضخمة في الولايات المتحدة واستقبلهم الرئيس ريتشارد نيكسون شخصيا قائلا بفضلكم لم يعد القمر مجرد نقطة بعيدة في السماء بل أصبح جزءا من عالمنا تحولت أبولو 11 إلى رمز لانتصار العلم والإرادة البشرية وأثبتت أن المستحيل يمكن تحقيقه واليوم بعد أكثر من خمسين عاما لا يزال صدى كلمات أرميسترونغ يتردد في التاريخ ليذكرنا بأن السماء ليست الحدود بل مجرد بداية